شهد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية نشاطا مكثفا حيث استقبل رئيس السيسي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأجرى محادثات مع وزير الخارجية التركية كما عقد رئيس السيسي سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لبحث ملفات عمل الوزرات على مدار خمسة عشر يوما قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة والاجتماعات والزيارات التفقدية في قصر الاتحادية بنصر الجديدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الصومال حسن شيخ محمود حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين هذا وقد عقدت جلسة مباحثات تناولا خلالها الأوضاع الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيسان على مواصلة التنصيق المشترك وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وقد اختتم هذا اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وقد تناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالية مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرتري الذي قام بتسليم سيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما تم استعراض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر كما التقى رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والذي عرض على سيادته التقرير التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر من أجل الترسيخ الشامل للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية التركية لبحث مدى تطور العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية كما تناول اللقاء المستجدات الأولية للوضع الإقليمي الراهن واستمرار التشاور بين الدولتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولسيما القضية الفلسطينية كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية تشاد بمدينة العالمين الجديدة حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين هذا وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس التشادي ضيفا عزيزا على مصر مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وفي مدينة العالمين الجديدة درة مدن الجيل الرابع على شاطئ البحر المتوسط استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي قام بزيارة خاصة لمصر حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين كما اصطحب السيد الرئيس أخي الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العالمين الجديدة زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة وأعرب السيد الرئيس عن امتنانه والشعب المصري لشيخ محمد بن زايد على دعمه المستمر لمصر والمصريين هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصري مصر الكبير بمطار العالمين مثمنا العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين اتصل وتلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الاتصالات الهاتفية حيث تلقى سيادته اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كما تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وأجرى سيادته اتصالا برئيس وزراء المملكة المتحدة كيرستارمر كما تلقى اتصالا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس تناول خلالها التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط واستعد آخر المستجدات والجهود التي تبدلها مصر لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين مع تأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والذي يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم والضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة